انت بتقول ليه مصطفى محمد بقراء كيف اللي بيعمله مصطفى محمد في الدول الفرنسي وشايف مصطفى محمد ممكن يروح لحد في إدماء لا أنا كان ليها تصريح من فترة حتى في دين البرامج الموجودة أنا قلت أكتر لعيب تطور في الكرة المصرية مصطفى محمد الفترة اللي فاتت ديت انت بتتكلم يا كريم مصطفى محمد لما اطلع من النادي الزمالك هو مميز بالهيدرز يعني بيلعب بهيدرز بشكل مميز جدا دعيب هاي الهيدرز اي كرة جوا السندوق هاي بتاعص لما وصل للدور الفرنسي اول سنة طبيعي اللي تأقلم بيقعد فترة شوية فجاب مثلا خمس جوان او ست جوان فالمدير الفني اتغير المدير الفني بتاعه اتغير جي واحد تاني فخد سنة دي السنة دي خلته تأقلم على الأجواء الفرنسية انت بتلعبت أدواء تحت يعني السفر تحت عاشر تحت السفر واثناشر هناك الطبيعة مختلفة الرتمي بتاع الكرة والسرعة مختلف عن الدور المصري فمصطفى لما خد الرتمي ده وتشتغل على نفسه وركز بشكل كويس هو مختلف دلوقتي حتى احنا نبص يعني مصطفى لقتي بقى يجيب من الفاولات في الدور الفرنسي بيجيب فاول شكل المميز بيجيب منه جون بتشوف كرة كرة عرضية بيقدر يجيب فيها جون بيقدر بيشتغل على كرة حتى مع المنتخب مصري بيحط الرجل في صدره في ظهره بيحط الكرة في الجون ازاي فشفت بقيت متنوع بقى شامل فمصطفى اشتغل تطوير بتاعه بشكل كبير يعني مصطفى من اكتر عيبة المصرية اللي شايفها الفترة الفاتية تطورت بشكل كبير جدا على نفسه اشتغل على نفسه بشكل كويس يلعب دور انجليزي؟ طبعا دلوقتي؟ اه طبعا لا 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 مصطفى لو طلع دلوقتي مميز والدليل على كده اللي انت عندك مع منتخب مصر كان مؤثر احنا معلشها كريم لو جانا نتكلم كأحصيات ورا وقلم منتخب البصر يصل كام مرة للمرمى الخصم هتلاقي مصر عشر خمساشر مرة في الماتشات كلها اللي جوان اللي احنا نجينا نركز بقى اللي جوان كلها اللي جات كلها مجود فردي لو جانا نتكلم من اول جون مثلا جون الاولاني بتاع مصطفى اللي هي صلاح قلشة ورح محضر عنها وشيطة دي بتاع الجون التاني بتاع مصطفى برضك اللي حطها اللي حطت الرجل في ظهره وحطها الجون بتاع كونغو مجود فردي تريزي جي الوان تو بتاع جازي ما تقوليش بقى اسمه فيتوريا قال لهم اعمل وان توز ازاي عشان تحطها في الزوال بعيدة فده بكلمك امكانيات اللعيبة او فرق الفنيات اللعند العيب